السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتفاع اسعار الزرع 2000 جنيه بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا قال عبور العطار رئيس شعبة الحاصلات الزراعية لمصراوي ان اسعار الزرع السفراء ارتفعت خلال الاسبوعين الماضيين في الاسواق 2000 جنيه للطن بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا واضافها العطار ان متوسط سعر طن الزرع السفراء يصل الى 7300 جنيه مقابل 5000 و300 جنيه قبل الزيادة وتستحوض الزرع السفراء على نسبة تطراح ما بين 60 و70% من مكونات عالف الحيوانات وتستورد مصر الاعلاف من امريكا والبرازيل واوكرانيا ولكن النسبة الاكبر يتم استرادها من امريكا بحسب نبيل درويش رئيس التحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي وتعتبر اوكرانيا من اربع اكبر مورد للامح والدرة على مستوى العالم وتعتمد مصر على استراد الزرع منها وتنتج مصر نسبة لا تتعدى الـ 15% الى الـ 20% من خامات الاعلاف التي يتم استهلاكها محليا والبقي يتم استرادها وفقا لمقاله محمود العناني رئيس التحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي شكرا لكم انا اسف جماعة كل شوية عاد اقول لكم حاجات بتزيد حاجات بتزيد بس ده اخبار ولازم احنا نعرف شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة